بنات الشمس معي أنا أماني احكوا معنا ولا تحكوا عنا ولا تحكوا بإسمنا هاي الكلمات هي اللي حكتها بنت الشمس السورية اللي رح نحكي عنها اليوم روبام حيسن روبام حيسن هي صبية من أب سوري وإم لبنانية عمرها 28 سنة نشأت بلبنان وتعلمت فيه بس ما وفرت خلال إقامتها بلبنان أي فرصة لزيارة بلدها سوريا حصلت ربع على باكالوريوس بالاقتصاد من الجامعة الأمريكية ببيروت وماجستير بالتنمية الاقتصادية ودكتورة بالشؤون الاقتصادية من جامعة S.O.A.S. بلندن بلشت ربع عملها مع اللاجئين الفلسطينيين بلبنان بعدين مع اللاجئين اللبنانيين بسوريا سنة 2006 واشتغلت من سنة 2011 بمساعدة اللاجئين السوريين بلبنان وأسست منظمة سوان متخصصة بمجال الإغاثة والتعليم شاركت روبا بصياغة القوانين وتشكيل مجموعات ضغط على الجهات السياسية العالمية والمحلية مشان حقوق اللاجئين ولساتها مستمرة بعملها لهلا وأهم موقف وقفته روبا محيسن ودافعت فيه عن اللاجئين السوريين كان بمؤتمر مساعدة سوريا والمنطقة المنعقد بلندن بشباط سنة 2016 وقت ألقت كلمة استمرت 8 دقايق قدام سياسيين ومسؤوليين غربيين وعرب منهم الأمين العام السابق للأمم المتحدة بانكيمون ورئيس وزراء المملكة المتحدة بوقتها ديفيد كاميرون بهالكلمة هيا اللي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي واللي حكت عنها مواقع وصحف محلية وغربية قدرت روبا تحرج الأمين العام للأمم المتحدة وممثلي المجتمع الدولي وقت انتقدت طريقة تعاملهم مع قضايا اللاجئين السوريين وبلشت كلمتها بجملة قالولي أني جاي لهون مشان سبب لكم صدمة أو مشان خليكم تبكوا أو يمكن لحتى أحكي لكم قصص عن اللاجئين السوريين بس أنا ما رح أعمل هيك اتميزت كلمة روبا بالشجاعة والواقعية والنقد البناء لطريقة تعامل الدول المانحة مع القضية السورية كلها وتعامل الدول الأوروبية والمجاورة مع آلاف اللاجئين لتختم كلمتها بعبارة أنا عم بدعيكم لا تحكوا معنا لا تحكوا عننا ولا تحكوا باسمنا وبوعدكم من هذا المنبر أني رد لكم جميل استضافتكم إلنا اليوم بمؤتمر المانحين الجاية يلي رح يناقد بسوريا هذا الخطاب حطه الحضور بموقف محرج خلى بانكيمون يعلق على المداخلة بجملة وحدة شكراً على شجاعتك رح نعمل أكتر شي بنقدر عليه وهيك قدرت بنت الشمس السورية روبا محيسن ترفع صوت السوري والطالب المجتمع الدولي وقاداته بالتحدث معنا كسوريين ليقدروا يعرفوا واجعنا ويقدموا للسوري احتياجاته يلي أهم وقف القصف بسوريا بنات الشمس معي أنا أماني